أعلنت إسرائيل اكتشاف شبكة أنفاق تابعة لحزب الله تمتد عبر لبنان ومخصصة لنقل الأفراد والأسلحة تم حفرها بمساعدة كوريا الشمالية وأشارت صحيفة جيرولزا لنبوست في تقرير نشرته إلى أن حزب الله بدأ بمشروع الأنفاق في أعقاب حرب تموز عام 2006 بمساعدة كوريين شماليين وإيرانيين وهو أكبر بكثير من مشروع مترو حماس في قطاع غزة واستنادا إلى التقرير من المفترض أن تربط الشبكة منطقة بيروت المقر المركزي للحزب ومنطقة البقاع التي يستخدمها الحزب قاعدة خلفية لعملياته اللوجستية في جنوب لبنان والأنفاق واسع بما يسمح للدراجات النارية والمركبات ذات الدفع الرباعي والمركبات الأخرى بالتحرق خلالها والانتقال من مكان إلى آخر بهدف تعزيز مواقع الدفاع أو تنفيذ هجوم في مكان آمن يتمتع بالحماية وبأسلوب غير مرئي ولحظ التقرير أنه على غرار مشروع حماس تحتوي الأنفاق على غرفة قيادة وتحكم تحت الأرض ومستودعات أسلحة وإمدادات وعيادات ميدانية وممرات مخصصة لإطلاق الصواريخ من جميع الأنواع ويتم استخدام الأنفاق أيضا للقصف بواسطة المدفعية عبر فتحات تفتح لفترة قصيرة وهذه الفتحات مخفية ومموهة ولا يمكن اكتشافها من فوق الأرض فيما يصف التقرير شبكة أنفاق حزب الله في لبنان التي لا تعبر الحدود مع إسرائيل بالأنفاق في قوريا الشمالية اشتركوا في القناة